أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين مؤكدا حرص القاهرة على استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الثقافة والسياح الصيني هوه يينج والوفد المرافق له حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما تشهد حاليا علاقات التعاون المشترك في مجال السياحة والثقافة والتراث من نشاط ملحوظ بما في ذلك الاتفاق على تحديد عامل لسياحة المصرية الصينية كما دع مدبولي أن تضع الحكومة الصينية السوق المصرية كوجهة سياحية أساسية أمام سائحين الصينيين في إطار الحرص على زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر من جانبه رحب وزير الثقافة والسياح الصيني بتسيير المزيد من خطوط الطيران المباشرة بين المدن الصينية والمصرية شكرا شكرا